اهلا وسهلا بكم لما احنا قلنا موضوع الاستيجماتيزم قلنا ان فيه اختلاف التحدث بتاع القرانية في الكيرفات بتاعتها عن بعض وبالتالي بقيت الصورة بتتجمع في كذا نقطة مش في نقطة واحدة فالعدسة اللي احنا هنعادل بيها هذا العيب من الابصار وهو الاستيجماتيزم هيبقى عامل زي الكبال اللي في ايه دي حضرتك دي حاجة لها كيرف هنا اكتر من الكيرف هنا فيه اختلاف في الكيرف وبالتالي اختلاف في قوة هزي العدسة العدسة دي بيسموها عدسة زي السيلندر كأنها استوانية الشكل فبيبقى فيها بالتالي مدام هي استوانية الشكل بيبقى في ليها حاجة اسمها اكسس الاكسس دوت هو الوضع بتاع العدسة يتحطي ازاي يعني لو العدسة محطوطة في الشكل دوت يبقى الاكسس بتاعها عمودي او 90 درجة لو العدسة تحطت في الشكل دوت بيبقى العدسة الاكسس بتاعها افقي او 180 درجة وهكذا بيبقى فيه رقم معين ده هياخدنا الى نقطة ازاي كشف النظارة بيتكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة